مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هاته وهذا أبرز عنوانها شوفوا شنوقع لأبا ممرضة بعد زيارته لابنته بمنزلها تمكنت المصالح الأمنية بمدينة صويرة مساء يوم الثلاثة واحد وعشرين فبراير الجاري من فك لغز غياب ممرضة شابة عن عملها منذ يومين وحسب مصادر محلية فقد تم العطور على الممرضة التي تبلغ من السن ستة وعشرون سنة وتنحدر من مدينة موراكوش جتة هامدة داخل مسكنها بتجزئة أزلف بمدينة الصويرة وكانت الهالكة تعمل قيد حياتها بإحدى المصاحات الخاصة بمدينة صويرة تخصص الإنعاش والتخذير وحسب ذات المصادر فقد تم اكتشاف جتة الممرضة بعدما انقطع الاتصال بها من طرف أسرتها الشيء الذي دفع والدها إلى التنقل من موراكوش صوب مقر سكن ابنته بالصويرة للإطمئنان عليها ليقوم بعد ذلك بإشعار المصالح الأمنية بعدما تعذر عليه ذلك هذا وقد تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف ملابسة هذه القضية وكذا تحديد الأسباب التي أدت لوفاة الممرضة الشابة